طيب تدريب الاهلي الاهلي بعد مباراة التراجئ التونسي خد اجازة وراحة سلبية يوم السبت والنهاردة اول تدريب بقى استعدادة لتلات مباريات محلية في الدور العام خلال الفترة اللي جاية امبي في الجيش في سراميكا فاكيد هتبقى مباريات حاسمة عشان تفرق شوية فيه فارق النقاط مع المنافسين خلال الفترة اللي جاية طيب مزيدة من التفاصيل نروح لمقار النادي الاهلي بالجزيرة مع الزميل العزيز محمد توفيق معنا على الهاتف عشان نعرف منه اخر الاخبار والجديد بالنسبة لتدريب الاهلي اللي بدأ منذ لحظات في مقار النادي الاهلي بالجزيرة على ملعب التتش توفيق مساء الفل مساء الخير جاية العزيز محمد سعيد فعالتي ليك ولكل مشاهدة صناعتنا ده في كل مكان اخبار الفريق والتدريب النهاردة اول مران ولكن الاستعداد المحلي وليس للاستعداد الافريقي كل التفاصيل اكيد عندك تطمننا على حالة الفريق والاخبار اللي ديك دايما نقول دايما محمد ده قدر النادي الاهلي انك كل يوم بتلعب على ابطالة جديدة مطالب فايب طلبة فشانك في كل رقم واحد ان ده مكانك الطبيعي وده تموح دورتك وجماهيرك وكل محبي النادي الاهلي في كل مكانك دايما تبقى رقم واحد الحمد لله يعني قالت مبروك لكل جمهور النادي الاهلي وصول لنهاية دورة ابطالة افريقيا للعام الرابع على التوالي بنقفل الصفحة دي خالصة محمد ونركز فطولة تانية فطول الدورة العام اللي احنا متصدرين يعني الجدول تاسبها برغم ان احنا لعبين يعني اعلم انبياءات الفرق بستة مراتك الحمد لله الفريق ما زالك وتربع على القمة زيما انت قلت عندك صلاة الصيانية مباريات في غاية الاهمية تؤكد صدرتك وتسبتك على الصدارة وتقربك ممكن خطوة جبيرة جدا بإذن الله من اللقب 43 للدورة العام يمكن الفريق زيما انت قلت خيات اجازة يعني امس بس السبت النهاردة عطول الفريق بوصل التدريبات واستهدن بقى المبارس انت ان شاء الله في الجولة 29 ومقارنة يعني بإذن الله تسعى ونصف مساء السلساء القادم على السبب صهر الدوري يمكن الفريق عطول بيخش التدريبات الجهاز الفاني يمكن بدأ التدريب النهاردة لزيما انت قلت حالا بيبدأ دلوقتي ومحاضرة فنية في غرفة الفيديو شرح فيها بقى اكيد كل اخطاء اللي وقفة الفريق الفطر اللي فاتت نقاط القوة والضع وكمان اكيد فريق ام بيوم نفس الفريق بإذن الله في المباراة القادمة الفريق طبعا هيقدي تدريبه اليوم الاحلي محمد وغدا الاثنين هيفتدن في فريق بإذن الله استعدادة لهذه المباراة ومن ثم بإذن الله يوم الثلاث مباراة وعندنا على طول بقى الضغط على طول يوم والجمع على طول عندك مباراة طرق الجيش ممكن كمان الجهاز الفني النهاردة كل لعبين الحمد الله موجودين في التدريبات بطمنك عليهم ممكن بأس علاقة قدر جدا من اللاعبين عشان الناس اللي هتكتزع جلني كافي العبين غايتين التدريبات ومبس لا في بعض اللاعبين الجهاز الفني يعني رأى ان هم يؤدوا بعض التدريبات الاستشفائية فقط في الجيم ولكن الحمد الله هم من ناحية البدنية ومن ناحية الصحية السوريا 100% ولكن بقصر بعض التدريبات الاستشفاءه نظرا للأحمال اللي خدوها كتير الفترة اللي فاتت بقات العمين الحمد لله موجودين في التدريبات بشكل أكثر من رائعة وموجودين من الحالة البدنية والصحية كمان كابتن محمد الشنأינغ اللي بأدي برناجل الاستشفاء والعلاج من إصابة السننة موجود في التدريبات مع زملائه وقدر التدريبات موجود كمان بصادت مختهري التشري مع زملائه وشاركهم من التدريبات ولكن من على مقاعد البدلاء كمان يعني النهاردة كريم فؤاد الحمد لله دكتور رحمة الله طميننا عليه كان موجود النهاردة بيؤدي برنامج والاستشفاء والاقلاج في جيم النادي الأهلي اتكلمت مع كريم ممكن ألا أنا من دلوقتي عايز بمدل الملعب ولكن الحمد لله ماشي في بناج التأهيل والاقلاج بشكل أكثر من رؤى وبإذن الله تبقى لرؤية الجهاز الطبي يماشي في البرنامج بتاعي وبإذن الله قريبا ده هو وأكرم توفيه يعني أبرط الغيابين لمدة طويلة عن طريق يكونوا موجودين وبإذن الله يكونوا يعني خير يعني أعداد للنادي الأهلي وموجودين مع بعيدة برنامج إن شاء الله خاصة في الفترة الكبيرة الموسم جينتا خلاص بتنهي في موسم تتلعب على بطلق مهمين وكمان بتستعد الموسم جين بإذن الله رب العاية طيب في المراني الجماعي رامي ربيع قدامك في التدريب الجماعي يا توفيه ولا لسه منزلش؟ لا لا موجود ورامي بقاله تقريبا أسبوع مع الفريق بيقدر تدريباته في شكل أقصى مرة أخلاص لتخلص منها في شكل كبير موجود في التدريبات الجماعية يمكن قدامي حالا جدا أنت بتكلمني كل العمين موجودين عمرو الصلاية يمكن بس الجهاز الفن برضه عشان منع للانتهداد كل بس العبية اللي بتاخد من نظر تدريباته تدريبات استشفائية ويحسن الشحاياة محمد عبد المنعم محمود عبد المنعم كعربة هم مأسولان مية في المية ولكن بعض التدريبات الاستشفائية بس في الجن من النهاردة فضل الجهاز فانهم هم يخدوا عشان منع اللي إجهاد من فترة جاية محمد الشيناوي زي ما قلت لك موجود الحمد لله بيقدر برنامجه وكمان أقرم توفيق وكريم فهياد الحمد لله رب العالمين بيقدر برنامجه من شكل أقصر من رأس كويس جدا محمد توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات وطمنتنا على حالة الفريق خلال الفترة اللي جاية منع لأي تضارف الأخبار زي ما قال توفيق فيه لعبة محتاجة تريح فكانت فيه جلسات استشفائية ولكن مفيش إصابات عشان نعارف البعض يبدأ يركز على تفاصيل التفاصيل خلال الفترة اللي جاية